السلام عليكم الاخوات كيف الاحوال اتمنى على الله كل شي يكون مزيان اليوم ان شاء الله هادي نوريكم طريقة الفتل التسقلي والقصة مهم انا كنفتلو عادي ما كنحتاج لشمع ما كنعمل يعني تشي طريقة مغائف حالي كنفتلو الخيط يعني الحرير العادي اللي كنخدمو به الرندات القاسبة غير هو وقص يكون فتل مزيان مهم انا كنستخدم هاد المركة هادي الباطو كيكونو فيها الوان موجودين يعني اللي بغيتون تومها وكتجي على شعره واحدة ما شيف حال الحرير القاسبة كيكون فيه اربعة شعره احنا كنقسمو العدد اللي بغينا كنفتلو هلا هادي كتجي على شعره واحدة بالنسبة لهاد الحرير هادا انا مليه كنفصه وكنستخدمو يعني كنخدم به كيبقى ديك الخيط كيبقى هاد الخيط هادا باش ميتش انتفلكم بشي عملو غير سكوتش لسكوتش لسكو وكتحتفضو بكتبقى وكتحتاجوه مره اخر وكتستعمله يعني اللي بقى هكدا كي تجبت كامل لك الخيط وكي هو صعيب شوية في الخدمة وكيدا غيكي تشنتف المهم نبدو بسم الله كنخدم بالنسبة للعدد الخيط اللي كنعملو العدد دورات على حسب الموديل اللي غاتخدمون كنتم اللي قد تفضلو سكم بعرفوا مثلا في حل بعض الغرز في حل اللي كالغرزة تشده تحتاج الخيط غالط يعني يكون كتر الى 6 مرات استاد دورات كما كنتشوف هناك اندور الخيط يعني استاد دورات يعني 6 من اللي يمن واستاد من اللي اصر هي 12 خيط انا اخدمت هنا ممكن تفضلو الى 4 كجر قيق وممكن كتر لحسب الشكل اللي قد تتعمل ممكن تفضلو معاديين يعني الى الليمن كنفضلو غير شوني هو خصو يكون مفتل ليالو كيجي مزيار شوية باش ما كيتخبلش وما كيتشنتفش يعني خصو يكون كتفضلو مثلا ثلاثة المرة بنا عندي الخيط قصيص اللي عندي مفتل غير في المخدة عندي الخيط قصر هغير هذا غادي نضربو الليمن ثلاثة الفتلات نفس الشي يعني حتى كيتشمع مزيان ولكن الخيط طويل طبعا ديكون كتر يعني هتحاولو تجبدوه مزيان وتفضلوه دورات كتر نفس الشي بنسبة الجهة اخرى ومن بعد كنجمعوهم وفي الجميع طبعا ها بكتزيرو مزيان الخدمة ديلكم بكتفتلوه مزيان بغير باش مي ميبقاشي ملي تخدموا لانه شوية صعيب ميبقاشي يخرج لكم ديك الخيط يعني هاد طريقة هادي بلا مدعم بلا شمع ديك شمع صراحة انا جربته شحال هادي ولكن اه لا علاقه في الخدمة وكيبوس الخطب وما كيبقاشي ديك اللامعان في السقلي يعني كيكون ما عندو احتشي هادف فالخدمة تسقلي صافي كتجبدوه مزيان السقلي طبعا مجتعرفو السقلي مزيان لا لاحظتو ملي كتكون كتخدمو اه في الفتل ما كيبقاشي اه كيخرج ديك البريو الا ما كاشي مزيان لكن مزيان يعني او خطفتلو اللي اللي عملتولو كيبقى بنفس اللون ديالو ما كيوصخشي اللي اللون اللي كتكونوا انتو ما كتصخدمه اللي كتسالي وكتجبدو الخيط مزيان ديالكم صافي باش ما باش ما تصخشي تحاولو تزيرو عليه ملي كونو كتجبدوه وصافي بالنسبة انا فتلت اخرين اه فتلات كبارين ها هما طوالين يعني هدو ما كتفتلتم طوالين ها وكيف كيبين ما كتحتاشوشي حتى تلشي تلشي تاعب ولاننا عدا تنكي خافوا مفتلتسقلي ولكن صراحة هو ساهل ماشي شي حاجة كبيرة اه نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم ان شاء الله قد نخدمو موضيلات اه بهدسقلي هدا وطبعا اذا عجبكم الفيديو مدنسوشي تشجعوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة